كلما غابت شمس هنا كلما مضى يوم من أيام شهر رمضان وهذا يعني بالنسبة لمسلحي المعارضة أن ليلة أخرى من ليالي المواجهة مع قوات النظام السوري بدأت مع موكب من عناصر الجيش السوري الحر نتسلل عبر طرق خلفية بعيدة عن الطرق التي تنتشر عليها حواجز الجيش النظامي للوصول إلى مدينة حلب ثاني أبرز المدن السورية وحيث المعارك على صوتها والاشتباكات على أشدها كثيرون هنا يأملون بشدة في نجاح مسلحي المعارضة لانتزاع حرية ممنوعة عنهم من قبل رئيسهم ولكن إذا ما تمكن المسلحون من السيطرة على هذه المنطقة فإن الخشية ستكون من سيطرة إسلامية ما قد يعني انقساما وسيل مزيد من الدماء مئات ربما آلاف أصبحوا الآن داخل هذا الجزء من المدينة كما ترون هذه السواتر من النار لمحاولة حماية هذا الجانب هناك مقر للشرطة ومركز للمخابرات وهناك خشية من أن تصل تعزيزات من وسط مدينة حلب طلع النهار وبدأ سعي مسلحي المعارضة لاتخاذ تدابير تتلاءم مع حركة القوات النظامية هم يسيطرون على بعض المواقع وعليهم الدفاع عنها هو يوم آخر من المعارك الشرسة خصوصا أن المسلحين يسعون لتعزيز سيطرتهم وللانتقام ممن يتهمونهم بأنهم شبيحة خسارة حلل قد يعني مصيرا مشؤوما للرئيس بشار الأسد لذا فإن المعركة لاستعادتها بالكامل بدأت لم تعد المروحيات الوحيدة التي تحلق في السماء والتي على المسلحين أن يتعاملوا معها بآليات استولوا عليها من القوات النظامية للمرة الأولى تحلق هنا في سماء حلب مقاتلات حربية ربما يكون ذلك دليلا على حد اليأس الذي بلغه النظام عيشة تبدو كأنها نائمة لكنها قتلت بالفعل بقصف مدفعي كيفما كانت النهاية فسيكون هناك المزيد من الضحايا ترجمة نانسي قنقر